طب أنت قلت أنا وزميلاتي نتعرض للتجاهل من مين التجاهل؟ من إجاهات الإنتاج؟ ولا من المخرجين؟ ولا من الكتاب؟ من الكتاب خدي من الأصل أساساً العمل الفني موضوع سيناريو فطبعاً ما بيكتبوش يعني ده نوع التجاهل إما يبقى الموضوع يخص الرجل طب هل أنت بتعتقد أن الفترة الأخيرة كلها مواضعة تخص الرجل؟ إيه تلت ترباحها في السينما بدليل ولا واحدة من الجيل الجديد تقدر تشيل فيلم لوحدها ولا واحدة يعني إحنا كجيل شلنا بطولات أفلام لوحدنا لكن الجيل الجديد لأ ما يقدروش ما بيكتبش أساساً ليه موضوع خالص موضوع يخص الرجل الست كده بتيجي فكهة طب تفتكري ليه؟ لأن ما فيش ستات فيه مواصفات النجمة اللي تشيل ولا إيه؟ لا بص يا هما من جهة نجوم نجوم لأن طبعاً طب أي مواصفات النجمة بمجهة نظرك؟ اللي هي يبقى بتمثل قطاع كبير ما هو فيه نوعين من الجمال أو الجمال اللي هو بقى يبقى زي مثلاً ليلة فوزي وفيه الجمال اللي هو سعاد حسني اللي هي سعاد حسني شبهة كل البنات ليلة فوزي جمال خاص مثلاً البلوند والشعر اللي مش عارف ايه وبيضة وحال ده نوع تاني فبيبقى فيه نوعين من الجمال وفيه اللي هي تبقى مثلاً شكلها مديحة يسري اللي هي جميلة الحاجات اللي زي كده لكن من جهة نجوم نجوم لأنه هما فيه ناس بيروحوا لهم يتفرجوا عليهم في السينما لكن توظفي النجوم دي ازاي هي دي المهمة دي المهمة طب تفتجري مين دلوقتي على الساحة ممكن تشيل فيلم أو شايفة فيها مواصفات نجمة آه مونة زاكي مينة إن شاء الله بيه ها هم دول اللي بيشتغلوا قرية آه هند صبري ممثلها ها 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 هم دول اللي بيشتغلوا هند فعلا آه لكن ما فيش موضوع يخص المرأة يخصها تشيل فيلم معين لزمان الجيل القديم أيام مديحة يسري وأيام طبعا مدام فاتن حمامة ودم هند رسط كان البطولات كلها للمرأة للمرأة مع الرجل آه يعني ما فيش موضوع يخص الرجل ويخص مش عاملين فرقتين لا 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 لكن لتنين مع بعض لتنين شايلين إن المجتمع اتنين بالزبط بالزبط لك تصريح قلتي طالبت بحقوقي فقتلوني فنيا بصي سنة دي في الحياة حب الناس آه سنة دي في الحياة أعمالي عمرها أطول مني آه الموهبة دي زي الشمس ما حدش يقدر يحجبها أبدا طب مهما حد حاول يقزيني أو يقتلني آه بلاقي كده حاجات بتحصلي جميلة آه آه بتديني طاقة في الحياة ما بيقدروش لو حد حاول الحمد لله طب لو جالك فيلم مع هين صبري أو مونة زكي أو كيت وافقية اشتغلها آه طبعا ليه لا تواصل الأجيال ده مهم جدا زي ما احنا اشتغلنا مع اللي قابلنا ومع اللي قابل قابلنا آه آه طبعا ده مهم جدا بس في الحالة دي معالي انت هتبقى في موقف حرج الاسم هيتكتب إزاي بما يليق بيا بما يليق بيا إزاي ما دي برضو دي دي رسالة بنبعاتها للمنتجين لأن فعلا بتحصل مشاكل لما بيقبى فيه ممثل قوي وكويس وليه مكانته ومثلا معانا الجيل الجديد موجودين فبتبقى فيه حيرة في الأسماء يعني هو يطخه يكسر مخه آه يطخه يكسر مخه يعني هو يبقى الاسم بطريقة مش لائقة آه يبقى الاسم يعني ما مثل محمود عبدالعزيزة عمل فيلم مع أحمد الثقة أيوة محمود تحطي اسمه بشكل لائق آه إزاي كتحت بقى آه أحمد الثقة ومحمود عبدالعزيز آه يعني آه لتقدم بعض آه مع بعض وأعتقد كان الاسم بيعدي كده تقريبا وبيروح لازم 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 الكبار دو القيمة القيمة لا يمكن تجاهلها لكن ما ندس عليهم لا حرام ليه موسيقى